في موضوعنا الثاني قول في التسامح هو كتاب للفيلسوف الفرنسي فولتير هو مرافعة ضد التعصب الديني ودعوة صريحة للانعتاق من الفكر المنغلق والمتطرف بعد أزيد من ثلاثة قرون يعود المفكر المغربي سعيد بن كراد ليضع بين يدي القارئ العربي ترجمة له المترجم للقناة المترجم للقناة للمزيد ينضم إلينا مترجم الكتاب من العاصمة المغربية الرباط المفكر سعيد بن كراد أستاذ سعيد أهلا وسهلا بك معنا في فكر وفن نبارك لك هذه الترجمة كيف اهتديت إلى ترجمة هذا الكتاب قول في التسامح رمى أنه كتب قبل ثلاثة قرون من قبل الفيلسوف فولتير شكرا لك لا هو القضية ليست فيها اهتداء الكتاب كان معروف وكان مشهور في التقافة الفرنسية والتراثة الفرنسي ولكنه في الفترة الأخيرة بدت الحاجة ضرورية إلى أن يعاد ترجمة للمرة الثانية لأنه ترجمة من قبل ترجمة أخرى ولكن أنا الترجمة ذيلتها بمقدمة طويلة حاولت أن أضع الكلاب ضمن السياق يعني ما يجري في الفضاء التقافي العربي كله ما أوجه التقاطعات بين زمن فولتير وزمن الحالي إلى أي حد أفكار الكتاب بإمكانها أن تجد قبولا في تربة غير تربتها لا هو في الواقع يعني إذا يعني الكتاب يعني كتب في مرحلة كانت تقريبا يعني عقديني ونصف قبل الطورة الفرنسية الكبرى وبعد تطوحن يعني في الحروب الدينية المشهورة في أوروبا بين البروتستانت والكاتوليك الآن في العالم العربي هناك عودة من جديد وهي عودة يعني مأساوية في الواقع إلى التعصب والتشدد وإلى محاولة أن نفرض نظاما واحدا بفكر واحد وبالتالي القضاء على كل أشكال التسامح في وطن العربي وبالتالي كانت ضرورة التنبيه على أن الشعوب قد تختلف في الثقافات قد تختلف في الأديان ولكنها يمكن أن تسقط في نفس الآفة وهي نافة إقصاء الآخر محوء من الوجود ومحاولة الإمساك بفكرة واحدة وتعميمها على جميع المواطنين أو على جميع الشعوب وهذا ما يحاول الكتاب أن يجيب عنه هل تعتقد بأنه يجد قبول مثل هذه الأفكار تجد قبول في وقعنا العربي بالنظر لهذه الحالة التي وصلنا إليها لا هو في الواقع لأنه تجد قبول أو تجد هذا دور المتقفين دور المؤسسات التقافية دور المؤسسة التعليمية التي يجب أن تربي الناس على التسامح أيضا التسامح ليس فقط مسألة دينية لا تسامح يشمل كل سلوك الناس التسامح ليس قانونا والقانون لا يجازي على التسامح القانون أو التسامح هو قيمة والأخلاق العامة التي تثمنه وتعلي من شأنه وبالتالي نحن ندفع الناس إلى التسامح ليس طرفا وليس محاولة الاقتناع بفكرة زائلة لا التسامح يبدو لي أنه ضرورة أم لها وجود الآخر عندما تعيش مع شخصنا نحن كنا في حاجة إلى الأخلاق عندما بدأت الجماعة تتشكل الفرد وحده ليس في حاجة إلى أخلاق كذلك الفرد وحده ليحتاج إلى تسامح ولكن عندما نجد أنفسنا مضطرين على العيش مع الآخر نحن في حاجة إلى فكرة التسامح إلى أن نقبل بالآخر في القول في التفكير في الاعتقاد أو هو طريقة لتدبير ما نسميه عادة أو ما يروج له هو التنوع والتعدد في اللغة في التقافة وبالتالي يبدو لي أن هذا المبدأ هذه القيمة يجب أن يربى عليها الأطفال في كل الفضاء الإنساني ليس فقط في الفضاء التقافي العربي الإسلامي يعني كيف تفسر منادات فولتير إلى تسامح الأديان في وقت نفسه كان شديدا نقض لها لا هو المشكلة التي يتحدث عنها كثير لأن الكتاب مرتبط بحادثة معروفة لجون كالاس جون كالاس هذا كان بروتستانت التهم بأنه قتل ابنه لأنه كان يريد أن يعود إلى الكاتوليكية المسألة مشاهدية المشكلة ديال أنه هو في ذلك الفترة كان يبدو أو قد وصلت المجتمعات الأوروبية إلى نقطة لا يمكن أبدا الاستمرار بعدها وهو الاقتتال والتطاعون إلى ما لا نهاية اكتشفوا واكتشفوا أيضا واكتشفوا كل المتقفين التنويرياء ذلك أنه لا يمكن أن يكون هناك رابح وأن الطريقة الوحيدة لبناء مجتمعات جديدة فيها التقدم فيها الرقي فيها العودة إلى إنسانية الإنسان هو أن نخرج الدين من الفضاء العمومي وأن نتعلم كيف نتسامح مع الآخرين وهذه الفكرة التي ستحققها بشكل كبير والفرسي الكبرى في 1989 أي بعد صدور الكتاب بعقدين ونصف دكتور سعيد أيضا أنت واحد من المختصين القلائل في عالم السيميائيات كيف يمكن استخدام هذا العلم للترويج لمفهوم التسامح برأيك؟ والله أنا سأجيبك بقولة لمفكر كبير جدا غادرنا في السنوات الأقيرة هو أومبرتو إيكو سئل ذات مرة فقالوا له كيف يمكن للسيميائيات أن تكون أداة من أجل الرد على التعصب وعلى التشدد وعلى وعلى فأجابهم بكلمة بسيطة قال لهم علم الطفل الصغير أن كلمة أرنب هو كان يتكلم عن اللغة الفرنسية نقول لغة العربية ليست سوى كلمة من بعض كلمات أخرى تحيل على الشيء ذاته في العالم الخارجي بمعنى أن السيميائيات تعلمنا بأن كل ما يبنى في الثقافة هو نسبي وأنه ليس حقائق العلم المطلق ولكن يبنى ضمن ثقافة بعينها وحقيقته ليست في المطلق ولكنها مرتبطة بالثقافة التي تحتضنها فلذلك كانت السيميائيات دائما تساؤلا حول الطريق التي ينتج من خلالها الإنسان المعنى فأعتقد أن السيميائيات تلعب دورا كبيرا جدا في هذا الميدان وهناك كتابات متعددة في هذا الميدان فيما يتعلق بالتسامع وبما يتعلق بتسبية الحقائق وتعددها وأن الأساسي في وجودنا ككائنات ليس هو الوصول إلى حقيقة ولكن كيف يمكن أن نتأمل الصيرورة التي تقود إليها وهذا أمر بالغ الأهمية كيف يمكن أن يكون التسامح في حياتنا يا دكتور سعيد بشكل بسيط كيف يمكن أن نكرس ذلك في حياتنا طالما أن هناك كثير من المتشددين المتطرفين الذين بدأ يعلو صوتهم على صوت المتسامحين في المنطقة برأي هو في الواقع ليست هناك وصفات جاهزة ولكن يبدو لي أن المسألة تبدأ دائما من المدرسة من المدرسة يجب أن نعلم التلميذ منذ البداية قيمة الخير وقيمة الشر بعيدا عن الأساس العقد الذي يسندها طفل صغير في الخامسة في عمره لا يمكن أن يدرك أسرار الدين وأسرار القيم في علاقتها بالدين ولكن يمكن أن يدركها في علاقتها بزميل وعلاقتها بالواقع عندما تقول له الكذب ليس جيدا لأنه يسئ للآخر مسألة يفهمها ولكن إذا قلت له لا تكذب لأن هناك من سيفعل كذا وكذا وكذا فهذه المسألة لا تمر عادة لا تمر اثنين نحن على كل حال عندما أخذوا مثلا حركة السير في الشوارع لا يبدو لأنه فقط الوجود الشرطي أو الضوء الذي ينظم المرور هو الأساس فقط هناك أيضا تسامع السائقين وبالتالي أن تسامع جزء من حياتنا اليومية أنا دائما أقول التسامع يجب أن يرد إلى التنازل عن مصلحة خاصة من أجل منفعات عامة إذا كان هذا يقود إلى ذاك فأعتقد أن هذا هو عمق التسامع شكرا جزيلا لك دكتور سعيد بنكراد المفكر المغربي كنت معنا من العاصمة الرباط شكرا لك